مجددا كرام طبعا نبدأ أولى فقرتنا لهذه الأمسية وطبعا نستهلها حقيقة من هذا الموضوع المهم حيث أن الثامن وعشر من ديسمبر من كل عام هو اليوم العالمي للغة العربية بحسب ما اعتمدته المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو وتحتفي به المنظمة العالمية في باريس سنويا وتدعو جميع الفعاليات الثقافية في جميع دول العالمي الاحتفاء باللغة العربية باعتبارها أحدى اللغات الأساسية الست في المنظمة العالمية الأمم المتحدة وأكثر اللغات تأثيرا وحضورا في وجدان الشعوب طبعا في إطار هذه الاحتفالية مشاهدنا كرام باليوم العالمي للغة العربية وتحت رعاية سامية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يعود المجلس الأعلى الاتحاد حاكم الشارقة أقامت جمعية حماية اللغة العربية صباح اليوم احتفالية اليوم العالمي للغة العربية وذلك على مسرح الجامعة القاسمية طبعا الحديث أكثر عن هذه الاحتفالية وأهم التحديات التي تواجه لغتنا العربية معنا اليوم دكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية السلام عليكم دكتور حياتك السلام ورحمة الله وبركاته بداية طبعا سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يحفظه الله ورعاه يولي اهتماما بالغا وكبيرا باللغة العربية وأهمية الحفاظ عليها وهذا ما ترجم حقيقة اليوم من خلال الاحتفالية التي أقيمت في مسرح الجامعة القاسمية إلى أي مدى تعتقد حضرتك بأن اللغة العربية فعلا يجب أن نحافظ عليها وهي بدأت إذا جزر التعبير تختفي ملامحها بين هذا الجيل تفضل حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعده فليس هناك أدنى شك في أن اللغة العربية هي هويتنا وهي أساس وحدتنا وسرف شخصيتنا والبعد عنها ضياع بكل ما تعنيه الكلمة ومما يؤسف له أن نحن الذين ضيعنا اللغة بأنفسنا ورحنا نهتم بلغات أخرى ليس هناك ما يمنع أبدا أن نتحدث بأية لغة كانت فاللغة نافذة مطل منها على الآخر لكن شريطة أن لا يكون ذلك على حساب اللغة العربية لغة القرآن الكريم اللغة التي وحدت الأمة وجامعتها تحت إطار واحد فصارت الأمة مرتبطة بالجنسية اللغوية وصرنا يقال عنا جميعا رغم اختلاف دولنا بأننا عرب وهذا عز ما بعده عز لوعت الأمة هذا والتزمت بالعربية الفصحة وحين أقود العربية الفصحة لا أقصد من ذلك العربية المتقاعرة التي تأتي بكلمات من القاموس تحوج صاحبها أو سامعها إلى أن يعود إلى القاموس ولكني أقصد اللغة الفصحة الميسرة لغة الإعلام لغة نشرات الأخبار لغة شعر العرب الجميل الذي كنا نتغنى به بالأمس هذا هو ما أقصده حينما نسعى إلى هذا ونحرص على نشر هذا النموذج اللغوي الهادف الجميل فهذا هو المطلوب منا جميعا إذن فضيلة دكتور ماذا دهانا يعني ما الذي جعلنا نبتعد عن لغة ما هي مشاكلها تحديدا يعني ضعف شخصيتنا والجري وراء الآخر والإحساس الدوني بالدونية وهو أن حينما نتشدق بلغة الآخرين فإن ذلك يعني التقدم وكذا 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 وهذا خطأ كبير جدا جدا فاللغة العربية لغة جميلة وحسبها جمالا أنها لغة القرآن الكريم فعلا واللغة العربية الفصحة حينما تنطق في أي بلد عربي يفهمها العربي في البلد الآخر على طول البلاد العربية وعرضها صحيح ولكن حينما نتحدث باللغة الأخرى ونتشدق ونزعم أن بذلك مثقفون أي ثقافة هذه تلك التي يلبس الإنسان فيها ثوب الآخرين ويتغنى بأمجادهم فعلا اللغة هوية فحينما نضيع لغتنا نضيع هويتنا ونضيع الرابط الذي يربطنا جميعا من المحيط إلى الخليج نحن سوف نصبر أغوار بشاكل لغة العربية بعد قليل فضيلة الدكتور لكن دعنا نعود إلى احتفالية اليوم على مسرح في الحقيقة احتفالية اليوم لم تقيمها جمعية حماية اللغة العربية وحدها وإنما أقامها المركز التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع الجامعة القاسمية ومع وزارة التربية والتعليم ومع جمعية حماية اللغة العربي فجمعية حماية اللغة كما هو معروف أسسها حضرة صاحب السمو حفظه الله وتكاد تكون جمعية متفردة في جميع البلاد العربية فلها دورها ونتمنى أن يزداد دورها ازدهارا ليس في الإمارات فحسب ولكن في ربوء عالمنا العربي فصاحب السمو حفظه الله يدعمها بكل إمكاناته المادية والأدبية ولذلك ننتظر لها التقدم الكثير إن شاء الله أما مركز التربية للخليج العربي فهذا المركز له دوره الكبير في الحفاظ على اللغة العربية وصاحب السمو أيضا منحه موقعا في وسط المدينة الجامعية أمام الجامعة الشارقة وبالتالي له دوره الكبير في هذا المجال والإخوة هناك يقومون بهذا العمل حبا في اللغة العربية فجزهم الله عن العربية وأهلها خيرا وأما الجامعة القاسمية فهي أحدث جامعة ولها دورها وهي بطبيعتها أحرص الجامعات جميعا على اللغة العربية وقد تتعجبين لماذا؟ هل هو تعصب مني للجامعة أديرها؟ لا والله وإنما لأن طلبتنا من كل بقاع العالم عندنا حتى الآن نحن في بداية السنة الثانية عندنا طلبة من ستين دولة هؤلاء كلهم يتعاملون باللغة العربية الفصحة ولا يتفهمون فيما بينهم إلا باللغة العربية الفصحة ولذلك صاحب السمو حفظه الله أسس مركز اللغات في الجامعة لكي نستقبل الطلبة الوافدين من بلادهم ونختبر مستواهم في اللغة فإن كانوا يجيدون فالحمد لله وإن كانوا لا يجيدون يحتاجون إلى تقوية أو يحتاجون إلى تعلم اللغة من البداية فإنما نلحقهم على الفور بمركز اللغات هذا ليتعلموا اللغة العربية الفصحة وكما هو معروف اللهاجات صعبة ومتعددة بعدد الدول العربية وأكثر بل في كل دولة عدة لهاجات لكن اللغة العربية الفصحة لغة القرآن الكريم لغة نشرات الأخبار لغة الإعلام الهادف الجيد هي التي يتعامل بها طلبتنا من هنا نحن أحرص الجامعات تقريباً في الحب اللغة العربية والحفاظ على اللغة العربية والتمسك باللغة العربية وفقكم الله إن شاء الله نحن سوف نستحب منشاهدين الكرام إذا سمحت لفضيلة الدكتور إلى الفعاليات التي تضمنها احتفال اليوم حقيقة للاحتفاء باللغة العربية وبمناسبة طبعاً يوم اللغة العربية العالمية إلى هذه الاحتفالية مشاهدين برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نظم المركز التربوي للغة العربية لدول المجلس التعاون الخليجي بالشارقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعة القاسمية حفلاً مميزاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك على مسرح الجامعة نظمت هذه الفعالية تحت عنوان العربية والعلوم حيث تم اعتماد هذا العنوان عنواناً لهذا العام من منظمة الأمم المتحدة اليونسكو ولذلك وضع في هذا الإطار عدة فعاليات كان من ضمنها الاحتفالية التي أقيمت بالإضافة إلى الاحتفالية تم تنفيذ ندوة تحت هذا العنوان الذي تم اعتماده من الأمم المتحدة اليونسكو وهو العربية والعلوم حيث تمت فيه المشاركة بثلاث ورقات بالتعاون مع جامعة الشارقة من الأساتذة والخبراء الذين شاركوا معنا من جامعة الشارقة وجامعة دولة الإمارات العربية المتحدة وفي هذه المناسبة ألقى سعادة مروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية كلمة أكد فيها على اهتمام الوزارة باللغة العربية ودعمها الدائم للارتقاء بالمناهج الدراسية فيما يخص لغة القرآن الكريم فاللغة يقفهم عملية حضارية حيث تنشئ وتبني الحضارات وتمثلها وتعبر عنها فعاليات متنوعة أقيمت هذا اليوم تخللتها بصمة مميزة لفنانة تشكيلية واعدة أحبت أن تقدم خالص ولائها للوالد الشيخ الدكتور سلطان بلوحة براقة بسيد الألوان طبعاً نحن حبنا نقدم شيء أول شيء المؤتمر كان إجمالاً نقدم فقرات بتدعم أو نوثق فكرة اللغة العربية وكيف أنه ممكن نحن نشغل حتى نعزز لغتنا وختمنا الحفل بلوحة قدمت أنا بتقنية سريعة رسمت سمو الشيخ سلطان رسمت بالصمق وبعدين رشيت يعني هي كانت تقنية أن الجمهور ما بيعرفان ما برسم لآخر اللحظة أما الشاعر الدكتور عارف الشيخ أمتع إسمعنا بكلمات قصيدته سلطان العلم والعمل بالعلم قبل الحكم أنت تبجل يا سيدي فالعلم عندي أول لأبي محمد في القلوب محبة فهو المنار لكل فضل موئل ثم أضاء أوبيريد ضاد النور مسرح الجامعة بأداء المشاركين اختتم الاحتفال بتكريم راعي الحفل صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم يعضو المجلس الأعلى حكم الشارقة لاهتمامه ودعمه الكبير للغة العربية لغة القرآن الكريم اليوم العالمي للغة العربية هو نفحة هواء تنعش رئة لغة الضاد بتذكر أبنائها إياها وفي عاصمة الثقافة العربية والإسلامية شعى للغة القرآن الكريم نور وملأ قلوبنا بحضور سلطان الثقافة السرور إذن مشاهدنا الكرام حياكم الله من جديد طبعا تواصل معاكم وموضوعنا المهم حقيقة والشيق الخاص بالحفاظ على اللغة العربية في هذه المناسبة وفي هذه الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لغة العربية طبعا مستمر معنا فضيلة الدكتور رشاد سالم ودير الجامعة القاسمية فضيلة الدكتور حقيقة يمكن ونحن خلال الفاصل كنا نتحاور سويا حول تمس اللغة العربية أو تمس هذه الهوية يذهب البعض بأن العولة ما هي السبب ويرمي المبررات على الآخر نحن دائما هذا منهجنا دائما نتهم الآخر العيب فينا نعيب زماننا والعيب فينا نعيب الآخر والعيب فينا لكن اللغة العربية تلغة جميلة محببة إلى النفس وحسبها شرفا أنها لغة القرآن الكريم الله عز وجل شرفها بأن أنزل بها قرآن وامتن علينا بأن رفع ذكرنا بسبب اللغة العربية لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وما كان يكون لنا من ذكر بدون هذه اللغة العربية نعم فيعني من المفرقات العجيبة أن الطلبة الأفارقة عندي في الجامعة القاسمية يتحدثون العربية الفصحى بطلاقة بشكل يفوق أبناء اللغة العربية أنفسها وهم ليسوا عربا ربما الضعف أحيانا من بعض القادمين أو الوافدين من بلاد أوروبا وهؤلاء معذورون ولذلك نلحقهم على الفور بمركز اللغات ليتعلموا اللغة العربية الفصحى أما أبناء أفريقيا بالذات فهم متميزون الطالب الذي تحدث كلمة الطلبة في حفظ الافتتاح الرسمي في شهر إبريل الماضي كان من السنغال وهذا إعجاب الجميع وكان حديث الناس في دولة الإمارات كلها نعم ويتحدث العربية بطلاقة وهو شاعر ممتاز لكن فضيلة الشيخي يمكن أن أريد أن أمسك الموضوع من العروة الأولى حقيقة إذا جاز للتعبير وهي تعليم أو أسليب تدريس اللغة العربية في مدارسنا حقيقة يعني الطفل في سنواته الأولى يحتاج دائما إلى أن يتعلم بأسلوب بدغوجي وتعليمي مشوق حتى ينجذب إلى اللغة أين كانت تلك اللغة فمن بالك هذه اللغة الجميلة وراءة لغة العربية ألا تعتقد أن هناك خلل في توصيل خلل كبير معروف أن أي لغة ملكة تكتسب بالسماع وتقوى بالممارسة فالبيئة عندنا لم تعد بيئة عربية وإنما صارت بيئة هجين وفي نفس الوقت الطالب الذي لم يسمع العربية الفصحة فبالتالي لن يتحدث بالعربية الفصحة فاللغة ملكة تكتسب بالسماع ولذلك لا بد من إيجاد بيئة لغوية ولذلك أنا أستبشر خيرا بأبنائنا وبناتنا في الجامعة القاسمية لأنهم يتحدثون فيما بينهم باللغة العربية الفصحة وبالتالي الأمل كبير في أن يعلم بعضهم بعضا إذن هم يمارسون اللغة لم يقفوا عند حد التعليم النظر فقط وإنما ينتقلون إلى أماكن سكنهم وإلى تجولهم داخل أروقة الجامعة ويتحدثون فيما بينهم بالعربية الفصحة هذه هي الممارسة الطالب عندنا في المدارس في التعليم والتعليم فيه قصور كبير في تعليمه اللغة المفروض أن نحببه في اللغة وأن يكون أستاذ اللغة نفسه داعية يعرض أجود بضاعة يحبب أبنائه وبناته في اللغة لكن أحيانا يتشدق الأستاذ بكلمات صعبة على الطلبة أو يتجهم في وجوههم فلا يستفيد منه الطلبة شيئا وربما حضرتك تذكرين أنه نحن حينما كنا نحب أستاذا كنا نتفوق في مدته فعلى أستاذ اللغة العربية بصفة خاصة أن يكون محبوبا لدى يحرص على أن يكون محبوبا لدى أبنائه وبناته وبالتالي يحبون اللغة لحبهم له وأن يعرضها عليهم بأسلوب جذاب مشوق بعيدا كل البعد عن الغوص في المعجمات وفي معاني الكلمات الغامضة وإنما يأتي لهم بالسهل الميصور ويضعوها أمامهم وتراثنا العربي زاخر بالتراث العربي الجميل البعيد كل البعد عن الغموض وعن الألفاظ الشديدة والألفاظ التي تحتاج إلى معجم ومن مننا في هذا الزمان يصحب معه معجما كلما صعبت عليه كلمة يعود إلى المعجم يعني مثلا وأنا أتابع نشرة الأخبار ما لم يكن الذي يحرر نشرة الأخبار اختارها بلغة سهلة وآتت كلمة أو عبارة لا أفهمها ومر لن يتوقف لي المذيع وإنما سيستمر في حديث إذن ضاع قطع حبل التواصل بيني وبينه فما فهمت منه شيئا لكن أناشد الزملاء أن يكونوا حريصين على إجادة عرض اللغة العربية لأبنائهم وبناتهم في المدارس ليحببوهم فيها مبتعدين كل البعد عن إنجاز هذا التعبير عن التقاعر في الألفاظ الخشنة التي تحتاج إلى معجم يصاحب المستمع هذا يمكن من جهة فضيلة الشيخ وأيدك الرأي طبعا أيضا لك من جهة أخرى هناك مصطلحات ومفردات دخيلة على اللغة العربية وحتى أسلوب يستخدمه الشباب هذا اليوم في كتابة اللغة العربية عن طريق الأحرف الأجنبية وكأنها هي لغة عربية قد تكون هذه من أحد المعوقات أو أحد المشاكل التي زعزعت أعمدة اللغة العربية ألا تعتقد ذلك؟ من أكبر الجرائم التي ترتكب هذا الذي أشرت إليه نعم أن تكتب العربية بحروف لاتينية مع أن اللغة العربية حروفها جميلة وسهلة حروف نورانية فعلا ولكن كما قلت وأكد دائما أنها تحتاج إلى العارض الجيد مبينا جماليات اللغة وجماليات الحرف العربي فيحبب الطلبة فيه لكن الطلبة نظرا لوسائل التواصل الاجتماعي الكثير والمتعددة في زمننا هذا يبتعدون كل البعد عن لغتهم وهم ينسون أنهم بهذا يضيعون هويتهم ويضيعون شخصيتهم ويصبحون في مهاب الريح لا كينونة لهم ولا إطار يجمعهم ولا وحدة تضمهم وهذا هو أكبر الخطر في هذا الزمان ولذلك الأمة تمزقت وسر تمزقها أننا لم نعد نحفل بلغتنا ولا نجيدها ولا نحافظ عليها والواحد فينا يتصور أنه حينما يتشدق بكلمة إنجليزية أو فرنسية فإنما يعني هذا دليل أنه مثقف وأنه كذا أي ثقافة هذه أي ثقافة يتبه فيها الإنسان بما عند الآخرين وعنده الخير الكثير لو أحسن استخدامهم وإن كان الإنسان فضيلة الدكتور قدرة أنه يتعلم أكثر من اللغة في آن واحد فلا دير أن تتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية لكن تكون الأساسي اللغة العربية ابنتي العزيزة نحن حافظنا القرآن الكريم في كتاب القرية بطريقة تقليدية حفظ القرآن الكريم كان أكبر أداة ساعدتنا على أن نكون متحدثين بعربية صريحة واضحة لو أن الأمة عادت إلى القرآن الكريم وحفظنا أبنائنا وبناتنا ولذلك تشكر دولة الإمارة العربية المتحدة بعامة وإمارة الشارقة بخاصة حينما أسس صاحب السمو مؤسسة القرآن الكريم والسنة وتم في المساجد في مجموعات أو في ما يسميه الآن كتاب تتحفظ القرآن الكريم هذا أداة أو الأداة الأولى في أن يصبح الطفل فصيحا لو أن عودنا أبنائنا منذ الصغر لكان فيه الخير كله ومع ذلك لا أقول أبدا أن تعلم لغة أخرى حرام أو خارج عن المألوف لا والله وإنما نجيد لغتنا أولا ثم بعد ذلك نجيد ما شاء الله لنا من اللغات الأخرى إنجليزية فرنسية إيطالية حتى العبرية فاللغة كما هو معروف نافدة نطل منها على الآخر تزيد الإنسان ثقافة فلا غنى أبدا عن تعلم لغات أخرى من عرف اللغة قوم أمن مكرهم لكن للأسف ضيعنا لغتنا ورحنا نتباهى بأن نجيد اللغات الأخرى زاعمين أن هذه الثقافة وهذا هو تطور لست أدري أي تطور هذا وأي ثقافة هذه ذلك الذي ضيع نفسه ثم راح ماذا لو كسبت الناس جميعا وخسرت نفسي الذين ضيعوا لغتهم خسروا أنفسهم فما عاد لهم كيان وراحوا يصبحون أضحوكة للعالم كله الناس كلهم محافظون على لغتهم ونحن بصفة خاصة ولغتنا لغة القرآن الكريم أنزل الله بها قرآنه ومع ذلك نضيعها بأنفسهم ونزعم أن الآخرين هم الذين يتربصون بنا وذلك ديدننا وهذا مما يؤسف له أن نلقي العبء على الآخرين دائما القصور كما قلت فينا ولله الحامل نظرية المؤامرة دائما هكذا نحن نغيدها أيضا هناك جزئية ربوية حقيقة فضيلة الشيخ ياريت لو توصلها حضرتك لسادة المشاهدين وخاصة الأباء والأمهات بأن أيضا أصبح هناك بعض الأهالي لا أريد أن أقول جل لكن الأهالي يتحدثون لغة أجنبية في البيت مع أبنائهم حقيقة لأن هؤلاء الأبناء دخلوا إلى مدارس أجنبية ومدارس إنجليزية ومدارس إلى آخره فبالتالي حتى لغة التواصل ولغة التخاطب بين الأم والابن لغة إنجليزية وليتها لغة إنجليزية فقط وإنما هاجين من لغات أخرى متعددة وربما يأتي الخادم أو العامل في البيت أو السائق فنسمه دريول وتنتشر كلمة دريول ومن هذا كثير حدثي ولا حرك في هذا المجال هو على الأبوين أن يدرك أن الواجب عليهم يحتم عليهم أن يعلموا أولادهم العربية الفصحة ولا مانع أبدا من أن يعلمهم إضافة إلى ذلك الإنجليزية الفرنسية ما شاء الله له هذا كله خير لكن أن نقضي على لغتنا كما قلت بأنفسنا بأيدينا ونعلم أولادنا تحت إطار التقدم والحضارة وأي حضارة وأي تقدم الذي يريد أن يتباهى يتباهى بما عنده هو لا بما عند الآخرين أي والله وأيدك الرأي طبعا من فضيط شيخ مبادرات سيدي صحب السمو شيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم يحفظه الله وراءه حكم الشارقة وأيضا مبادرات دولة الإمارات والقيادة في دولة الإمارات بالاهتمام باللغة العربية حقيقة مؤخرا يشار إليها بالبنان هل هذه المبادرات تعد هي المحرك الأساسي للحفاظ على اللغة العربية أم أنه ترى حضرتك بأنه أيضا مبادرات يجب أن تكون ذاتية من ذات الشخص أيضا ومن أسرنا ومن مجتمعنا والله ولاة أمرنا حفظهم الله أدوا ما عليه نعم وشكلوا جمعيات ومسابقات وجوائز وما شكل ذلك وبل صاحب السمو حكم الشارقة حفظه الله يجيد أمورا في العربية أنا شخصيا أعجز عنها أي والله وأحيانا ما يستألون على بعض الأشياء وأقفوا حائرا فيجيبوني هو إجابة علمية يعني اليوم بعد أن انتهى اللقاء الاحتفال باللغة العربية في مصرح الجامعة القاسمية انتقلنا إلى مجل الصاحب السمو وراح يعرض علينا كيف لماذا سميت العرب عربا ومن أين أتت هذه اللغة العربية بكلام علمي يعني تاريخي تاريخي علمي دقيق موثق ياسر ولما وجاء ليسر قطره مع سموك لا أستطيع أن أتكلم لأن كثيرا ما يراجعني وحتى أحيانا أتحدث باللهجة العمية فأقول مثلا الفاكس فيقول لي الفاكس أو البراق وأنت رجل اللغة العربية فأستدرك الأمر على الفور وأقول البراق البراق وذات يوم قاد لي وأنا في بيتي أستعد للصلاة فوجدت الباص في مكتوب عليه الباص المدرسة فاتصلت بالتلفزيون على الفور وقلت لهم لماذا تكتبون الباص اكتبوا الحافلة فالحافلة كلمة عربية التلفون هاتف ولذلك حينما أطبع بعض المطبوعات المهمة والضرورية للجامعة أحرص أن أراجعها بنفسي مخافة أن يكتبوا فاكس لأنها كلمة درجت وانتشرت في الأمة بدل براق أو يكتبوا تلفون بدل هاتف ولو حدث هذا يراجعني على الفور يتصل بفورا ويقول لي لماذا تكتب هذا وتترك هذا وأنت الذي تدرس اللغة العربية فحافظه الله يعني حرص جدا على اللغة مش مجرد حرص لأنه حافظه الله حاكم البلاد فقط لا 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 وإنما هو يحب العربية بصدق ويحرص على العربية بصدق وهو أول من أنشأ جمعية حماية اللغة العربية في إلاف الشارقة فحاسب وإنما الآن نشاطها منتشر في دولة الإمارات العربية كلها فضيت دكتور أحبتك وأنت تتحدث الآن على هذه المصلاحات يمكن أخذتني قليلا إلى سؤال حقيقة دائما ما يجول في خاطري ألا وهو هل نستطيع أن نقول بأن اللغة العربية أو أي لغة ما لكن دعنا في اللغة العربية هل نستطيع تطويعها بحيث تكون أكثر تحذرا وأكثر حداثة منذ قبل بمعنى أنه هكذا مصطلحات مثلا هناك دعاة يقولون لماذا لا نستخدمها ونعتبرها هذا نوع من أنواع تطور في اللغة هل هذا يجوز حتى نرد عليهم الكلمات التي تفد من خارج اللغة لا يعد هذا فيها تطورا جميل وإنما هذه كلمات دخيلة اللغة تتطور من داخل نفسها تطور ذاتي ولغتنا ما عجزت في يوم من الأيام عن مجرات العلم لغتنا كانت تحمل العلم حملته إلى أوروبا يوم كانت أوروبا تغط في نوم عميق لكن مما يؤسف له أن أوروبا استيقظت بعد أن طرق العرب أبوابها وراح العرب يغطون في نوم عميق هذا هو الواقع المر الذي نعيشه الآن فيعني اللغة العربية يعني اللغة متطورة ليست جامدة على الإطلاق اللغة سهلة وميسورة الجمود فينا نحن الذين نتهم اللغة العربية بما ليس فيها وكما قال حفظ إبراهيم عليها رحمة الله وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن أي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي كيف أضيق اللغة العربية وهي بالأمس الدكتور إبراهيم مدكور رئيس مجمع اللغة العربية عليه رحمة الله قال كانت اللغة العربية في يوم من الأيام لغة العلم الوحيدة يوم أن لم تكن للعلم لغة سواها إذن اللغة العربية كانت نحن الذين ضيعناها فضيعنا أنفسنا إذن كيف يتم إحياؤها وهذا السؤال الأخير وعلى أجل لا يتم إحياؤها إلا بأن الأرض تكون بتتكلم عربي حين تتكلم الأرض عربي لكن ما دام الأرض تتكلم بأي لغة شاءت فهذا الهجين اللغوي الذي يملأ الساحة ساحة الأمة كلها في كل جنباتها هذا هو باب الضياع الأول لكن لا بد من أن الجو المحيط يتحدث عربي لو أن يعني طفلا نشأ في بيئة عربية فصحة سوف يتحدثوا العربية الفصحة فعلا لو أنه نشأ في فرنسا سيتحدث الفرنسيات كأهلها صحيح والمعول الأكبر هنا على البيت على الأب وعلى الأم والأم بصفة خاصة لأن الأب مشدود في مشاغله في الداخل وفي الخارج لكن الأم هي المربية الأم هي الحنان كله فهي التي تستطيع أن ترضع الطفلة اللغة الجميلة وهي ترضعه من ثديها فعلا تغذيه بالإثنين معا بطريقة جميلة نفسها الأطفال الصغار اليوم صاحب السمو حفظه الله سمع من أطفال صغار بعض القصص وبعض الحكايات الطريفة من أطفال صغار لماذا؟ لأنهم يعني الأسد عودوهم على هذا وفناطقوا به الطالب الصغير الطفل الصغير سنتين يعني ما بدأ ينطق إلا وراح أهله يحفظونه القرآن الكريم تسمعين من القرآن الكريم فتعجبين والطفل الصغير يلتقطوا بسرعة التعليم في الصغر كان نقش في الحجر كان نقش في الحجر والتعليم في الكبر كان نقش في الماء كما هو معروف فلو أخذنا أبناءنا منذ الصغر بأن نعلمهم لا أقول لا تعلمهم الإنجليزية لا ما قلنا هذا أبدا وليس لعاقلا أن يقول هذا لكن نعلمهم القرآن الكريم ومن خلال القرآن الكريم سوف يكون لسانهم فصيحا ثم بعد ذلك نعلمهم في أوقات السن المراحل السن المعينة نعلمهم ما شاء الله عز وجل من اللغات الأخرى نعم فضيلة الدكتور رشاد سالم ودير الجامعة القاسمية شكرا جزيلا لوجودك معك فعلا استفدنا من حضرتك أيام استفادة شكرا جزيلا لك شكرا